هذا ما سيسمح للخزينة العمومية بتقليص في فارق السعر بـ 18 دينار فاصل 28 سنتيم أي فارق السعر في دعم هذا النوع من الحليب الطازج المصنع محلياً هو 44 دينار جزائري مقارنة بفارق السعر الذي تدعمه الدولة في الحليب المبستر المصنع ابتداء من مسحوق حليب مستورد هو في 60.28 دينار جزائري قد نوهت رئيس المدير العام لمجمع جيبلي صماح لحلوح لأن توجه لإطلاق هذا النظام الجديد سيخلق الفارق بشكل إيجابي من خلال العمل على خفض الأعباء المالية للخزينة العمومية ابتداء من الساعة التي أعطيت فيها إشارة الانطلاق بملبانة بودوة كانت الانطلاقة في جميع ملبانات مجمع الحليب جيبلي بعدد 15 منتشرة عبر أنحاء الوطن إذن نقاط البيع سوف يدمج في نفس خارطة توزيع الحليب المبستر والمقنن بسعر 25 دينار والكمية الأولية التي سوف توضع في السوق تقدر بحوالي 130 مليون لتر سنويا كمرحلة أولية ترجمة نانسي قنقر